دانت وزارة الخارجية قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس وتقليصي إعداد المحتفلين بمناسبة حلول سبت النور وقالت إن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول إلى كنيسة القيامة لتأدية شعائرهم الدينية مرفوضة ومدانة كما أدانت مطرياركية الروم الأرثوذكس ممارسات الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة من القدس خلال احتفالات سبت النور وقالت البطرياركية في بيان لها أن الشرطة حرمت الآلاف من المسيحيين من حقهم الطبيعي بممارسة العبادة بشكل حر من خلال الحواجز العسكرية التي نشرتها عند أبواب البلدة القديمة المؤدية إلى كنيسة القيامة واعتبرت البطرياركية أن تحديد أعداد المصلين في الكنيسة ومحيطها أمر غير مقبول